142 ناخباً برازيلياً يصوتون اليوم الأحد في الدورة الثانية من الاتخابات الرئاسية في البرازيل التي تتنافس فيها رئيس اليسارية المتهية ولايتها ديلما روسيف مع اليمين الوسطي عيسيو نيفيس بعد حملة الانتخابية اعتبرت الأقوى والأشد خلال العقود الثلاثة الأخيرة في آخر مناظرة تلفزيونية في إطار الحملة الانتخابية وجه نيفيس لروسيف انتقادات شديدة واتهامات بالتغاضي عن ملفات فساد مستنداً إلى ملف نشرته مجلة فيغا المحافظة يوم الجمعة أكدت فيه أن رئيسة البرازيل الحالية وسابقها لولا داسيلفا كان على علم بقضايا الفساد داخل شركة نفطية محلية كبيرة ولم يحرك ساكناً روسيف قالت لخصمها لا يمكنك أن تتعامل هكذا مع رئيسة البلاد قبل ثلاثة أيام من الانتخابات ولماذا لم تظهر هذه الاتهامات من قبل أما نيفيس الذي تقول استطلاعات أنه متفوق على روسيف بقربة عشر نقاط مقابل استطلاعات أخرى تتحدث عن تأخوره عن دلمة بست نقاط قال من جهته المال والعار والسلوكات الشبيرة لا يمكنها أن تكون بديلاً عن الحقيقة ولا أن تتغلب على وعي البرازيليين لذا نحن جاهزون للفوز في هذه الانتخابات لمنح البرازيليين حكومة لائقة وشريفة حكومة كريمة لا تتعاطى مع خصومها وكأنهم أعداء يجب هزمهم بأي ثمن آي سيو نيريس اخترى عشية طيلق الدورة الثانية من الانتخابات زيارة قبر والده تانكريدو نيريس أول رئيس برازيلي انتخب ديمقراطياً بعد خروج البلاد من عهد الدكتاتورية اشتركوا في القناة